كنت النهاردة متوقع مصطفى شو بالي لعب والشين؟ اه طبعا اه طبعا لا بص اقول لك حاجة لو حصل حاجة غير كده يبقى ده غلط وجهة نظري لان انا ما اقدرش اقول النهاردة مع احترام الاراء كلها ده وجهة نظر انا شخصية لعيب مكتهد وبيعمل اللي عليه ومحقق اللي عليه بنسبة 100% تم المباراة على التغالي بشباف نظيفة افريقية التعاملات كلها في الانفراضات وفي كل كرة جاتلي سواء في الدوري او في الطولة افريقية اتعامل معها 100% 100% مش 99% فهل من المنطق انها في التوقيت ده اقوله شكرا النهائي ايه مش بتاعك انت عارف انت بتعمله ايه ولا مش اخد بالك انت بتنهيه بتنهيه نفسيا معانا انا عرف ان هو لعيب زكي وما عندوش الحتة دي بس انا ما اقدرش اوديه في الخانة دي لان انا هيبدأ ده ابني ده انا بابني لللي جاي لان اللي جاي مستقبل حلوي كده حاجة تانية معلش عشان ما يروحش للكم دي ولكن خدنا الشيناوي بدأ يلعب لا اه امور مش سهلة كده انا عايزك الشيناوي كمان يحس ان الامور ما بيتش سهلة اه انت تستنى لما يجي دورك الشيناوي اه طبعا لا تم سؤال نعتبر ان بطولة افريقيا خلصت تمام وشو بيه اللي عم مثلا العودة وخلصنا من البطولة دي والشيناوي بيع جاهز يرجع ياخد حراس انا مدير فني اه انا مدير فني مصطفى شو بيه مصطفى هو اللي يكمل اه بس ده مثلا يعني ما بيحصلش بر يعني مثلا مثلا يعني كورتوة اصيب اصيب اصابة طويلة وصديبي لون الني لعب لون كورتوة رجع هياخد مكانه عادي حالوي بس الفرق مش الفرق مش الفرق برا كبير اه كورتوة لون الفرق كبير بر فرق كبير نعم لا مصطفى شو برد الفرق مش كبير خالص اه لازم تبقى عندك توازنات وحسابات مظبوطة ولازم بتعرف نوعية اللعيبة اللي عندنا ونوعية اللعيبة برا البرا دي اللعيبة عندك دي دمت برمجة احنا عندنا مش كده الحتة النفسية والدلع واللاي بيتقصر طب مالي انا بس دي هتقول فيها شوية انا برضو بحاول احط نفسي مكانش شناوي تمام قاعد لوقتي قبل ما يحصل لي الاصابة انا حارس مصر الاول منتخم مصر وحارس النادي الاهلي ما انا مزمن جاتلي انا جاتلي صابة قدرية ارجع اخذ اعدام ما انا مكنش مقصر قبلها او مكنش مستوية قليل قبلها وهرجع اخذ مكاني عادي هو نفسه خدر فرصة ازاي اه اكيد خدها كده ظروف اي ان كانت الظروف فاهمني اه يعني كان معايا كان ساعترا شريفك رابي معايا وشريف قال لي مستوية شوية رفو علي ماهدي ماهدي دي الظروف الخارجة اللي بتدخل كل الناس يعني كل واحد فينا لعب كرة لعب بالصدفة صح يعني حصل ظروف عشان تطفل طبعا صح كده طيب هل بقى انا دخلت ونجحت واكتهت طبيعي ان انا الفرصة تتسحق قولي لا اقعد بقى تانا عشان الراجل صحب الفرصة الحقيقية موجود مش منطقي صعب وحصوصا لما يبقى منفز او بيشتغل كويس قوي ماه ده برضو يعني مش عدل برضو يعني هقولك حاجة لو زال خليه بدل لادوار بكلامع الشناوي خليهم هم الاتنين يبدلوا لادوار خليه مصطفى الشبير هو الشناوي والشناوي يرجع مصطفى الشبير الصغير وهو اللي بيلعب هيبقى مبسوط لو خرج اكيد لا صح والله كلام منطقي جدا بس اقولك حاجة بقى في الاول والاخر محظوظ النادي الاهلي دلوقتي انه بقى عنده الشناوي ومصطفى الشبير وزي باتا قلت كده مستويات متقربة جدا طبعا مش حاجة باقي احلى حاجة بتعمل في الكورة لما تجيب اتنين تقال او في مكان واحد لو انت برتاح بقى هما بقى مع بعض عيشوا اللي عايز يلعب يوريني كانون جزيب يعملها هدئية دي يعني انا عايز بقى شوف التمرير وتشوفه يعني اللي عايز يلعب ملعب مش انا صاحب القرار انت صاحب القرار مش انا فدلوقتي بقى مين صاحب القرار انتو الاتنين صاحب القرار مش انا مدير فني خالص خلاص الموضوع ستخرج من إيديك تمرينك ومطشاطك زي ما لعب بظروف وانت تلعب بظروف لأنه نفضل حطنا في خانة ملاش علاقة بقى ملاش ونبي حرس مرمى على دماغنا والله وحرس مرمى مميز جدا جدا مش معطرد ولكن أسول الشغلانة وجهة معظري حلوة دي أسول الشغلانة حلوة دي حلوة دي طيب